اشتركوا في القناة المساعدات الأوروبية المختلثة من طرف عصابة البوليساريو وذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش نشر سنة 2015 سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي لعصابة البوليساريو لثيما بغرض شراء الأسلحة حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 مليون أورو بين سنتين 1994 و2004 وأشر قرار البرلمان الأوروبي أيضا إلى أن الجزائر فرضت ضريبة نسبة و5% على هذه المساعدات ورفضت طلبات لتعداد اللاجئين تقدمت بها مفاوضية الأمم المتحدة الثامية لشؤون اللاجئين في سنة 1977 و2003 و2005 و2015 وعلى هذا الأساس طلب من الاتحاد الأوروبي العمل بشكل مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للإشراف على تعداد اللاجئين في مخيمات تندوف بالتعاون مع السلطات المختصة في الجزائر كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى افتحاص توظيف المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل عصبة البوليساريو منذ عام 2015 وقد عاد تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للثاكنة المحتجزة بسندوف مرة أخرى إلى الواجهة خلال الأيام القليلة الماضية بعد كشف مجموعة من وسائل الإعلام ونواب البرلمان الأوروبية عن استمرار هذا الاحتيال على الرغم من ثياق جائحة كوفيد-19 وقد عرضت القاضية أمام لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبية يوم الخميس الماضي خلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي لتدبير الأزمات ياناز لنارسيتش وقد أكدت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة مخاوف عداء البرلمان الأوروبية بشأن استمرار هذا الاحتيال على الرغم من الإجراءات المتخدة من طرف المفوضية الأوروبية أبلغ وزير واشون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مجلس الأمن الدولية ثلاثة رثائل عبر فيها عن قلق وخيبة أمل ودعوة المملكة للتعبئة في مواجهة التدهور المستمر للوضع في ليبيا وقال بوريطة في تدخل له خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمنة على مستوى وزراء الخارجية ناقشت تطورات الوضع في ليبيا إن المغرب يعبر عن رسالة قلق إذا التدهور المستمر للوضع في هذا البلد على الصعيد السياسي والأمنية والاقتصادي والإنسانية والذي لم يحد منه وباء فيروس كورونا المستجدة كما يعبر عن خيبة أمل يضيف الوزير لكون النوايا الحسنة للمجتمع الدولي متوفرة فيما إرادة السياسية مفقودة مؤكدا على ضرورة التحلي بالواقعية والبراغماتية في التعامل مع الوضع واعتبر أن تناثل المبادرات يأتي بنتائج عكسية وتبع بوريطة قائلة ليبيا ليست أصلا لتجارة ديبلوماسية والتدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح ليبيا ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين وفي رسالة تالتة دعا وزير واشون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج إلى تعبئة لترجمة الاجتماع الدولية إلى إجراءات قوية وملموثة مشددا على أن الحل يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا وأن يأتي من الليبيين أنفسهم ويضمن وحدة ليبيا وثيادتها وسلامتها الترابية وقال بوريطة في هذا الصدد إن اتفاق الثخيرات ليس مثاليا لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة يجب تعديل مقتضايته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين كما اعتبر أن بعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تظل أداة مهمة ينبغي تعذيذها وإعادة هيكلتها وفي حديث عن الوضع في البلاد ذكر بوريطة أن 2356 شخصا لقوا مصرعهم في ضرف الثنة واحدة في ليبيا من بينهم 400 مدنية وعلى الصعيد الإنساني أفاد بأن عدد النازحين واللاجئين في تذاود مستمر منشيرا إلى أن ليبيا تضم أزيد من 400 ألف نازح داخليا وحوالي 50 ألف من اللاجئين أو طالبي اللجوء وعلى الصعيد الاقتصادي إلى أن الإنخفاض في نمو الناتج المحلية الإجمالية للبلاد يقدر بنسبة 58.7% سنة 2020 فيما يتوقع ارتفاع معدل التدخم بنسبة 22% مؤكدا أيضا أن الوضع الأمني ينذر بالخطر في دل وجود جماعات مسلحة خارج عن السيطرة وميليشيات وعناصر إرهابية وأشدد بوريط على أن ليبيا ليست مجرد بلد جار للمغرب إنها دولة شقيقة نتقاسم وإيها تاريخا مشاركا وروابط ومصالح ومصيرا واحدا وخلص إلى القول بالنسبة لنا ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية استقرارنا وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا عين الملك محمد الثالث بداية الأسبوع الحالي سفراء مغاربة بعدد من بلدان العالم من بينها دول إفريقية تجمع علاقات تاريخية مع المملكة المحلل الثياسية محمد بودن صلت الضوء في حديث على أبعاد التعيينات الجديدة التي تهم السينيغال مالي غينيا كينيا تنزانيا معتبرا أنها تكتسب أهميتها من ثلاث منطلقات ويتعلق المنطلق الأول وفق بودن بالرهانات المستقبلية للدبلوماسية المغربية بالقرى الإفريقية حيث أن التوجه الإفريقية أصبح خيارا استراتيجيا للمملكة والحفاظ عليها يتطلب دعما مستمرا وفي هذا الصياق يسجل نفس المتحدث حرث المغرب على تطوير علاقاته وتمتيني داخل القارة الإفريقية ودفاعه المستميث عن ثورة هذه الأخيرة بالعالم أما المنطلق الثاني فيرتبط من جهة بعطاء دينامية جديدة لعلاقات المغرب مع أصدقائه التقليديين بالقارة مثل السينيغال مالي وغينيا ومن جهة أخرى بمد جثر التواصل مع بلد له ثقله على المستوى الإفريقية وهو تنزانيا ثم من جهة ثالثة بتحسين مناخ العلاقات مع كينيا بعد جمود دام للثنوات ويعتبر المحلل أن مهمة السفير المغربية الجديد بكينيا عبد الرزاق لأسل لن تكون هينة خصوصا على مستوى تطوير موقف هذا البلد من قضية الصحراء المغربية وهذا يحتاج ديبلوماسية فاعلة يضيف مؤكدا المنطلق الثالث يتلخص حسب بودن في الانفتاح على بلدان إفريقيا الأنجلوسكسونية وربط تواصل معها يزيح كثيرا من اللبث الحاصل حول ملفات شائكة جدير بالذكر أن الملك محمد الثالث عين طبقا لأحكم الفصل التاسع والاربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغربة المقيمين بالخارج لحسن ناصري سفير لدى جمهورية السنغال إدريس السباين سفير لدى جمهورية مالي زكريا الكوميري سفير لدى جمهورية طنزانيا المتحدة عبدرزاق لأسل سفير لدى جمهورية كينيا عيثام الطيب سفير لدى جمهورية غينيا قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون أنه سيتم إلى اهتمام خاص لتشجيع استلاك المنتوج المحلية وذلك بالأساس عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات المغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية وأضف بن شعبون في تقديمه لمشروع قانون المالية المعدلة خلال جلسة مشركة في البرلمان اليوم الأربعاء أنه سيتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15% في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمصادر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها المسؤول الحكومي ذكر أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بتقديم تبريرات ضرورية في حالة اللجوء إلى منتوجات مستوردة في إطار الصفقات التي يعتذمون إبرامها منشيرا إلى أن قانون المالي المعدل يقترح تدبيرا أهم من يهدف إلى تعزيز حماية المنتوج الوطنية وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلية يتعلق الأمر بالرفع من رسوم الاستراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجة إلى الاستهلاك من 30% إلى 40% في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية